ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ومنازل المواطنين وحسب مصادر محلية فإن الحادثة كادت أن تتسبب في كاريتا لو لا لطف الأقدار وعدم تواجد أطفال ومواطنين بالمنطقة ويرجح أن سقوط العمود كان بسبب الرياح القوية التي تعرفها مدينة طنجة وكشف المستشار الجماعي يونس الشواطي في مقطع فيديو للواقع نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك أن العمود المذكور هو موضوع نزاع في المحكمة حيث يرفض ساكنة المنطقة وضع العمود بالقرب من منزلهم وقد طالب المستشار الجماعي الجهات المختصة بالقيام باللازم وتحييد الضرار عن ساكنة المنطقة حيث كادت الحادثة أن تتسبب في كاريتة لو سقط العمود على أحد المنازل أو المواطنين بالمنطقة